هذا فعلا أقول عزي اللي مهوف في الإعلام تقدر تطلع تبرر نفسي تقدر تطلع تبرر إذا هو خصك بالإسم وجاب الإسم بالإعلام بطلع أنا برر نفسي إذا أنه ما جاب ما جاب إسمي وجاب السالفة والله عطيه سكب بخلي قسم بالله قسم بالله أنك إذا سكت أن الدنيا تدور تدور يقول الحقراني قطع المسرع وتدور همه بالنسبة يصير الموقف عكس وتصير أنت المنتصر وتصير أنت القوي بالموقف لأنك تغضيت بالبداية والل having to redefine وأنا قول عزتي اللي خلف الشاشات وخلف الأعلام اللي ما دخل للإعلام وشوف اللي بين الإعلام ويطلع المخطي ما يدري هو ما يدري عنده شي ما يدر عن شي ويطلع كانت المخطي أنك أنت البريء والمخطى عليه عزتي له ما ما يدري بعضهم جاهل في الإعلام عرفت يخطونه هنا مخطي يعني ما فيه تكولنا بشر ونحس ورنا أم ورنا أب ورنا أخوان ورنا قبيلة تظهر تبرر نفسك فأنا أقول لك إذا كانك رجال متحمل اللي بيصير سواء بيكونوا معك أو ضدك بتظهر الرجال الأصيل شروه من عندي والله بيظهر وبيظهر بكلامه يبرر نفسه أنا معلي من الشخص الثاني أنا كذا 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 إذا كان صادقه يطلع يواجهني واجه قل أنا سويت كذا وكذا وكذا بس يا أبو حامد ولا زون أبو يمسفن ولا تصلح بس هي أصرا جلدينك جلدينك سواء بررت ولا ما بررت يا أخي يا أخي شيف شيف والله العظيم شيف مرة دق علي واحد تلفون والله ما عارفوا يا جماعة قسم بالله ولا أدريش ما يقبل أبو نايف الصبح أبو نايف إي نعم كيف حالك شيخ بارك ما تعرفت ولكن أبو أطلبك طلب قلت له سمي شيف طبعا كلهم ما يعرفونه لكن على كلامك يعني أنك تب يتبرل نفسك في ناس بيجردونك سواء معك ألي حقوله ما أم معك ألي فهمت علي وما يعرفك بس شوفك بالجوال قلت له إي نعم معك أبو نايف قال لي بطلوبك طلب قلت سمي آمن الله ما أدري منه قسم بالله قال حنا البارح بمجلس وجايبين سيرك وكذا وناس تمدعك وناس تسبك وناس واحد من اللي يسبونك ذو أتوفى الله الله شرح لك الله وديك تحل له شيف أن الناس يعني سواء صفيت الني ولا ما صفيت ولكن أنت كبر عقلك خليك فوق الأمور هذا عشان ترتاح باعت عشان ترتاح عند رمسية بس الأول يقول ما دون الحلقة للي دين هو ما مسك حلقك ها هو ما مسك حلقك زنك في زاوية هو في الإعلام لا 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 زنك في زاوية في الإعلام خلى الناس يقربون ضدك داموا شيف داموا ما نزل صورك ولو منزلك مقطع وجاي تكلم عنك في الإعلام ولا طنش أنت بتعيش يا السلام طنش أقول أبو نايف أنت بتعيش واجد أنت بيوصل عمرك 200 ما شاء الله تباك ما يقول 200 أل أو بنشاطكم يا حبيب صلو عين يا حبيب صلو عين يا حبيب صلو عين يا حبيب صلو عين وشبث النار والسوانك والعشاء والله في سبح ما حلاش ابوبَّة لا والسلام أنا صرت مرتاح وامصلي الله الله حمست بالنين من النبار تجلى الهواجيس وتسلي لا طبتش في قراع الكار يبحك حجاجة وفلي ولا العمر بالعمر مرار ياخذ من الناس وخالي فقير والله من التجار العمر ملحوق وموالي يا سلام يا سلام قد نرح يوله دقيقة عندي موال صدق 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 طوني أبقرأ بس على سمعوا التغريدات ما شاء الله تبارك الله طوني يقولون ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن طوني الشمري أول مرة هاشوها بس دخل قربي هذي كلمة هذي حالها هذي والله هذي والله مين يقوله التغريدات عندنا هدى يقول يا هدى يلي من نوع ذيكي قلنا خليكم قطع المصح والثوم الصحف الجوري تقول ما شاء الله صوت عبد الله على طريق عبد الله وين ذيب أخوك ذيب أول شيء يمسي على أخوي ذيب تاج راسي وقدوتي في الحياة لأن حياتي كلبوها معه هذا هو شيء وله فضل بعد الله ما ينساه والله الذي لا إله هل هو إنه كان ناوي يجي معنا ذا الليل ويستفيد منكم لأنه يقول دائما لا تمدحني قدام من الناس أنا أدخل في ذي الحياة أتعلم ويسلم عليكم سلام ومواجه سلام عليكم أبو حمد ذيب له جمائلا علي واجه بالله العظيم أن يقول إنه شفي اليوم يحضر لكن يمسي بالعوض راسك العظيم يسمع راسك العظيم يسمع حساب نقطة هنا طعمك هدى تغريدة هدى وتغريدة الجولية حسابك نقطة على طول نقطة يقول تغريدة